بعد خمسين سنة أضاها عم حارس في النادي الأهلي يعلن الاعتزال أخيرا الفترة الطويلة دي خلته واحد من رموز ومشاهير القلع الحمراء اتولدت بينه بين أجيال متعقبة من اللعيبة والطوائم الفنية والإدارية علاقات إنسانية عم حارس تممت الحظ في الأهلي وعلى إيده طوج النادي بكل ألقابه في دور أبطال إفريقيا وغيرها من عشرات البطولات التانية اللي ضفها في دولاب إنجازاته حكايات وروايات كتير ممكن نسمحها من عم حارس عن عمله في واحد من أكبر الأندية العربية والإفريقية ولو أرقام عالمية وكواليس كتير كان شاهد عليها مسيرة عمل عم حارس بدأت في الجزيرة سنة 1973 وكان أول راتب حصل عليه 3 جنيه إلا 10 أروش بس يمكن داك الرقم مش قليل في الوقت ده وطبعا الخير جي للراجل مع مرور الوقت تعالوا بقى نقرب أكتر من الراجل الطيب اللي كل جمهور الكرة تقريبا يعرفوا حبه وانتماؤه وحكايته مع الفانيلا الحمراء هو حارس محمود علي بداية عمله كانت في حمام السباحة لكن ما كملش كتير وراح بعد سنة لفريق كرة القدم ابن عم حارس كان اسمه فاروق هو السبب في التحاق بالعمل في الأهلي لأنه كان شغال هناك وسحبوا معاه وانضم للعاملين في النادي العلاقات الودية بين حارس واللعيبة ظهرت لما شارك معاهم في إعلانات تجارية وتعبيره عن دعمه ليهم خاصة في الماتشات الكبيرة وبيلبس تيشرت الفريق ده حتى في الجوالات الخارجية بيكون حاضر معاهم وكانت أول سفرية له مع الفريق خارج مصر سنة 2001 لما كان هيقابل سانداونز الجنوب أفريقي عم حارس أثبت أن النجومية في الرياضة ممكن تيجي لك من غير احتراف ولعب وكمان بقى من أهم العلامات المضيئة في تاريخ النادي وواحد من رموزه الشعبية اللي الجمهور بيتفائل به وأصبح أقدم عامل غرفة خلع ملابس في كل الأندية المصرية